وإحنا كنا بنتكلم من شوية قبل مدخرة الحاجة عامل حسينة عن منتخب مصر اللي أدى أداء أكثر من رائع أمام منتخب ليبيا وقلنا فيه إيجابيات كبيرة بارح شوفنا لقطة لقطة محمد الشناوي حارس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي وهو بيخرج وهو بيتكلم مع كابت العصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وهو زي ما بيقوله يعني انت ليه خليتنا شوت ما أنا عمال أقول من أول مبارا إن أنا ما شوتش الكورة النهاردة دكتور النادي الأهلي أو جهاز الطب الدكتور أحمد أبو عابلة النهاردة أجرى أشعة لمحمد الشناوي بالمناسبة عمل أشعة رانين في البداية وبعد كده تعامل أشعة سنار تأكد إصابة محمد الشناوي بمزء قوي في العضلة الخلفية مزء كبير المزء اللي عند محمد الشناوي مزء مش سهل يستدعي النهاردة ما يقرب من أربع أسابيع لست أسابيع النهاردة تأكد غياب محمد الشناوي عن النادي الأهلي في الماتشين القادمين في دور الـ 32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا وأيضا كمان أول ثلاث مباراة في الدوري الممتاز بنتكلم عن الإسماعيلي عن البنك الأهلي وأيضا كمان الزمالك وعن الأجندة الدولية القادمة في معسكر نوفمبر مع ميستر كروش النهاردة إصابة قوية إصابة محمد الشناوي بالزبط علشان نكون محددين أو دقيقين في التشخيص بتاعه هي في العضلة الخلفية ما بين وطر العضلة والعضلة ده مكان حساس جدا ده مكان ما يستدعيش التصرع أن محمد الشناوي ينزل لو بنشبه الإصابة بالزبط هنقول زي إصابة علي معلول فاكرين حضراتكم الإصابة اللي جات لعلي معلول في كاس العام الأندية وكان فيها استعجال من علي معلول أنه ينزل والفترة طالت معاه لما يقرب من ثلاث شهور هي نفس الإصابة علشان كده الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عابلة هيتعامل مع الإصابة بعناية كبيرة أكيد محمد الشناوي مستعجل وعايز يلعب مع الناد الأهل لما منتخب مصر لكن الإصابة محتاجة وقت طويل ده يفتح مجال التحقيق النهاردة أو للتساؤلات بمعنى أصح إزاي النهاردة واحد زي محمد الشناوي الرجل بقاله فترة طويلة بيلعب بدون إصابات ويجي يلعب في منتخب ليبيا النهاردة مع كرة بيلعبها إيده رجل ويحس بالعضلة الخلفية إذا كان اللعب ممكن يكون مصاب قبل المباراة فالنهاردة فيه نظور الجهاز الطبي في منتخب مصر لازم النهاردة بقى فيه تساؤلات لازم الجهاز الطبي في منتخب مصر لازم يطلع ويوضح النقطة ديه إذا كان اللعب مصاب أو إذا كان الجهاز الطبي أجرأ أشعة لللاعب وقال إن اللعب سليم واللاعب حس إنه سليم أو اللعب كان فيه شكوك حول اللعب فالنهاردة ما ينفعش إن اللعب يشارك وعنده احتمالات لنسبة إصابة دي تساؤلات لازم تكون موجودة ولازم يرد عليها الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العل